بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد باديا ديبيد أحمد الله سبحانه وتعالى أنهيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم وفي هذه الجلسة في هذا الدرس نكمل الدرس وقد وقفته عند تفسير سورة النصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا هذه السورة أيها الفاضل لها أكثر من اسم وهي سورة ولا لها اسم تسمى بسورة الفتح لأن الله فتح على نبيها عليه الصلاة والسلام مكة وغيرها من البلدان وكذلك تسمى بسورة النصر وهذا هو المشهور فيها وكذلك تسمى بسورة التوديع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها أهل الإسلام من الصحابة رضوان الله عليه المجمعين بعد ليالي معدودة بعدما نزلت عليه هذه السورة العظيمة سورة إذا جاء نصر الله والفتح قال بعضهم نعم قال بعضهم 84 ليلة هذه السورة أيها الإخوة آياتها ثلاث آيات وهي سورة وهي سورة مدنية بمعنى أنها نزلت في المدينة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إذا جاء نصر الله والفتح وذلك أن فتح مكة كيف حصل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أنه لما صالح كفار قريش في صلح الحديبية المشهور نقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا غزاهم ففتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة ثم بعد ذلك إلى أنه وقف عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة روي أنه قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم مطلقا فعافى عنهم عليه الصلاة والسلام يقول بعض من أسلم قال بعض من أسلم يقول إن سبب إسلامه لما ذكر قصته في إسلامه قال من ضمن سبب إسلامه هذا الشيخ يتحدث عن نفسه يقول يقول عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم لأنه لما تمكن من أعدائه الذين آذوه في مكة لم ينتقم منهم وإنما عفى عنهم ولو كان ملكا مثلا أو زعيما فإنه سينتقم لكن لما عفى عنهم دل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح العجيب أنه ما بين فتح مكة وإعزاز الله إلى أهل الإسلام وبين خروجه صلى الله عليه وسلم خائفا مطاردا من قومه من كفار قريش ما بين هاتين الفترتين أكثر من عشر سنوات خرج صلى الله عليه وسلم خائفا فإذا به من مكة فإذا به يرجع إلى مكة ناصرا ومضفرا من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الله سبحانه أن ما بين إنزال الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا منين النبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته ورافته بالأمة أنه كان يضيق صدره عندما لا يلتحق الناس بالإسلام فيضيق صدره فالله تعالى يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا منين يعني لا يضيق صدرك ما عليك إلا البلاغ أنت إلا نذير ما بين هذا الكلام من الله لرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وبين قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفواجع إلا سنوات معدودة قد لا تتجاوز عشر سنوات انظر للنصر المبين لهذا الإسلام العظيم وبذلك أنا أبشرك من الإسلام منتصر مهما تكالب عليه الأعداء وسيبقى إلى قيام الساعة والشخص لا يخف على الإسلام فالإسلام منصور لكن يخف على نفسه هل له بصمة في الإسلام وله سعي في الإسلام وكل على قدر استطاعته من الناس من ينصر الإسلام بعلمه وهكذا ومنهم بماله ومنهم بكذا وكذا إلى آخره حتى ولو بشيء سهل جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث قال بلغ عني ولا آية بلغ عني ولا آية من بين ستة آلاف آية يعني أقل القليل أن يبلغ عن الله ورسوله ولا آية قال العلماء في شرح هذا الحديث لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولا آية مع أن القرآن حفظه الله وتكفل بحفظه فمن باب أولى أن يبلغ عنه سنته عليه الصلاة والسلام لأنه دخل فيها الضعف فيبين للناس الصحيح من الضعيف يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذن النصر والفتح من الله لم يأتي إلا بعد فعل الأسباب والصبر وقتال الصحابة لأعدائهم ويقول سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح دل على أن النصر من الله لأنه قال إذا جاء نصر الله فالنصر من الله ونصر الله للعبد ينصر الله عبده إذا نصره إذا بلغ دينه وأشاع دينه أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله على سبيل العموم فالله نصر نبيه على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص نصره فتح مكة والفتح يعني مكة وهذا تخصيص بعد التعميم يدل على همية الخاص مثل قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فجبريل وميكال يدخلون تحت الملائكة لكن تخصيص جبريل وميكال بعد التعميم يدل على همية الخاص فالله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا كثيرا ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني أن الأعداء يخافون مني قبل أن أصل لهم بشهر فهذا من نصر الله له من نصر الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام انتشار دينه في حياته وبعد موته وهكذا فالله تعالى يقول إذا جاء نصر الله يا محمد عليك الصلاة والسلام والفتح يعني فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاءك هذا النصر يا نبي الله قابل هذا النصر بالشكر ومن ضمن الشكر أنك تسبح الله وتحمد الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلة من ركعت قيل إنها ركعت الظحى وقيل ركعت الفتح شكرا لله على هذا الانتصار فالله تعالى يقول إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يا نبي الله رأيت الناس يدخلون في دين الله إذن الغرض من بعدة النبي صلى الله عليه وسلم أرغب بالناس وإدخالهم في دين الله ليس الهدف الأساس هو القتال أو سفك الدماء وإنما يدخالهم في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج يعني جماعات يعني ما كانوا مثل بداية الإسلام يدخلون فرادا ووحدانا أو يدخلون متسترين ومختفين وخايفين وإنما دخلوا أفواجا متتابعين غير مسترين ظاهرين غير خايفين فهذا من فضل الله عليك فاستعد للرحيل استعد للرحيل فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول أنا ما أعرف من هذه السورة أي سورة النصر إلا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعدما يفتح مكة أنه اقترب أجله ولذلك تسمى هذه السورة بسورة التوديع لأن الرسول ودع في الصحابة بعد أيام فيا محمد سبح بحمد ربك واستغفر ربك إنه كان توابا فسبح بحمد ربك ورأيت الناس يدخلون في دين الله يا فواجا بدأت الجزيرة العربية في ذلك العصر تتماوج بالوفود من مشرق الجزيرة إلى غربها من شمالها إلى جنوبها قبائل يفيدون إلى المدينة النبوية على النبي عليه الصلاة والسلام واضعين أيديهم في يده صلى الله عليه وسلم إذن فالله ناصر دينه ورأيت الناس يدخلون يا محمد عليه الصلاة والسلام في دين الله يفواجا في دين الله يفواجا فقد اقترب أجلك وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فسر بهذه السورة لأن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة ما تفسيركم لها؟ قالوا إن الله يأمر نبيه بعدما يفتح ما كان يستغفر ويسبح بحمد الله فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول هو أجل رسول الله قال ما يعرف منها إلا ما يعرف منها هذا الفتاة وفعلا هذا الذي حصل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني متتابعين فسبح بحمد ربك يا نبي الله واستغفره إنه كان توابا كان من المنتظر أن يقال يا نبي الله إذا جاءك نصر الله والفتح فاشكر الله سبحانه وتعالى لأنها نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر لكن لما يقول سبحانه وتعالى بسبح بحمد ربك واستغفره قال العلماء كأنه فيه توديع للنبي صلى الله عليه وسلم سيودع الصحابة بعدما يفتح مكة فقد اقترب أجلك فاستعد للرحيل ولذلك كان يفهم من هذه الآية كذلك هو بكر الصديق يفهم هذا الفهم رضي الله عنه وأرضاه مثل قول الله سبحانه وتعالى يا نبي الله في قوله إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ يا نبي الله تَنْزِيلًا كان من المنتظر يقول العلماء أن يقول الله له إن هذا القرآن نعمة فاشكر الله على النعمة لكن ماذا قال الله له؟ قال فاصبر لحكم ربك وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آتِمًا وَكَفُورًا ما علاقة الصبر بإنزال القرآن؟ لأنك إذا بلغت القرآن يا نبي الله فالقرآن يحارب الشهوات والأهواء والبدع والخرافات والشرك والوثنية فستجد من يقف في وجهك فاصبر لحكم ربك يا نبي الله إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه ما ده منه كفورا فقال سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله واجه ثم أيضا من فوائد هذه السورة إضافة الدين إلى الله في مقابل إضافة النصر إليه فنصر الله جاء من أجل دين الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره سبح الله يعني نزه الله عن كل شيء لا يليق به واستغفره اطلب منه المغفرة والسين والتاء عند العلماء للطلب السين والتاء للطلب استغفر الله يعني تبير الله سبحانه وتعالى فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قيل والمراد به أمة عليه الصلاة والسلام وقيل أقوال أخرى فسبح بحمده ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لما نزت عليه السورة هذه ماذا كان يفعل كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قال تعايش رضي الله عنه يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن لأن الله أمره أن يقول أن يستغفر الله ويأتف إليه فكان يقص الله سلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وأي عمل أيها الأخوة مهما بلغ لا يمكن أن يوفي حق الله على العبد فأمر العبد بالاستغفار من أجل تقصيره مثلا على شكر الله فقيل له استغفر أي عبد شخص مثل نهاية الحج الحج لم ينتهي من الحج يقول الله لا ثم يضمن حضر واستغفر الله أن الله أغفر رحيم وكذلك بعد الصلاة وهكذا في الشخص يعني دائما يكون على استغفار لله سبحانه وتعالى وتسبيح وحمد لله سبحانه وتعالى هذا هو تلخيص جمالي لهذه السورة الجليلة سورة النصر أو سورة الفتح أو سورة التوديع كما سماها أهل العلم والمشور نسمها سورة النصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأن يشرح صدورا للإسلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نعود بك من البرص والجذام والجنون وسيّل أسقام نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسل القضاء وشمادة الأعدام نعود بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك وصلا الله على نبينا محمد وعلا لأصحابي أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر